يمكن أن نتحدث عن حرب ملفات أو صفقات ملفات تدار في البرلمان ويمكن أن تحدد أو ترسم الاتلاف القادم ولكن ليست هذا الموضوع فقط هذه الملفات فقط هي مطار أجدر هناك ملفات أخرى والاتحاد يتوعد بكشف ملفات أخرى وهناك ملف شائك في الحقيقة وهو ملف مطار الفيضة دولية السيد نوردين طبو بينامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل قال بأن هناك أطراف في تونس تستقوى بقوى أجنبية ورأسا تركيا للوصول أو البقاء في الحكم ماذا يعني هذا؟ في الحقيقة نحن لم نتوعد أحدا بملفات نحن كل ما يقع بين أيدينا ملف نذكره في إباني في وقت يعني مسألة تدقيق المالية العمومية ليست جديدة منذ سنة 2011 من الثورة قلنا يجب أن نقوم بتدقيق للمالية العمومية لفترة سابقة قلنا أيضا يجب تدقيق الديون لأين ذهبت هناك ديون فازدة هناك ديون ذهبت إلى أجيوب المتنفذين فيما يتعلق بالمطار نحن نعلم من خلال مجلس إدارة شركة الموانئ أو ديون الموانئ أن هناك اتفاق على أن يتم مراجعة العقد مع شركة الطابة التركية وإسقاط ديونها وهذا حدث حتى النفي الذي قام به وزير النقل لم يكن دقيقا وواضحا لأنه انطالبوا بكشف ونشر الاتفاق الجديد الذي وقع مع شركة الطابة نعم هو اتفاق قديم منذ عهد الاستبداد مع ابن علي ولكن تم تجديده وتمديده وتمديده بشرود جديدة بدعوة أن الشركة تعاني بعض الصعوبات الاقتصادية والابتالي لابد من التخفيف الكلفة عليها هذا الموضوع ربما غطاء سياسي بطبيعة الحال هناك جهات تريد إرضاء جهات أجنبية منها تركيا وتريد من خلال هذه المعاملات مع بعض الشركات التركية أن تنال ربما ديون قروض أو مساعدات أو مساهمات أو دعم حتى سياسي خارجي لحكمها المستقبل ترجمة نانسي قنقر